أسوأ أنواع التعذيب في معتقلات ميليشيات الحوثي في صنعه وفقا للتقارير حقوقية وإنسانية حيث تمارس الميليشيات بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وتمنع عنهم الزيارات وإدخال الطعام والدواء لهم مما أدى إلى تفشيل أمراضي والأوبئة في أوساطهم في حين تفاجعت بعض الأسر بخروج بنائها جثثا هامدة والبعض الآخر خرج مشلولا جراء عمليات التعذيب رابطة أمهات المختطفين كشفت على مصير الثلاث محتجزات في السجن المركزي بصنعه التي تعرضنا لاعتداء بالضرب المبره من قبل إدارة السجن وهن الآن في حالة حرجة وأضافت الرابطة في بيان لها أنها تلقت بلاقا خاصا يفيد بتعرض ثلاث محتجزات في السجن المركزي بصنعه للاعتداء بالضرب المبره من قبل مدير السجن وعدد من العساكر بدون مبرر واحتجازهن في زنازن مقلقة لمدة ثلاثة أسابيع ومنعهن من التواصل وطالبت الرابطة بتحسين ظروف اهتياز النساء السجينات بما يكفل لهن الكرمة الإنسانية ورفع الظلم عن المرأة اليمنية وفقا للقانون اليمني والقوانين الدولية وضمان الحقوق والحريات في جو يسوده الأمان للمرأة محليا وعالميا المنظمة اليمنية الأسرة والمختطفين هي الأخرى كشفت عن قيام ميليشيات الخوثي بتعذيب العشرات من المختطفين لديهم في سجن الأمن المركزي بصنعه كما أشرت إلى أن الميليشيات لا تكتفي بالإخفاء القصري وحرمان السجناء من حقوقهم بل تمارس أقبح صور الجرائم من التعذيب البدني والنفسي بطريقة تتناقض مع حقوق الإنسان وانتهك صريح لنصوص القانون الدولي الإنساني والعهد والمواثيق والاتفاقيات الدولية فإلى متى سيظل اليمنيون عرضة للانتهكات والجرائم الحوثية